اشتركوا في القناة نتداول فيها تنوير التفكير وتنوير السلوك وتنوير المعاملات يأتينا هذا لقاء اللقاء العاشر من هذه السلسلة المباركة وهي بعنوان من لا يشكر الناس لا يشكر الله واسمحونا نفكركم بانه كل حلقة بنبدأ بيها بمراجعة سؤال الحلقة الماضية حتى يعني نذكر بان هناك هدايا وان هناك دائما مفاجآت جميلة وكان سؤال الحلقة الماضية ما هي الفوائد التي تعود على المجتمع من بزل الفضل أهلا وسهلا معالي الدكتور وأسعد الله مساج بكل خير صهرة جديدة وقرآن يمشي وعايزين نراجع مع السادة المشاهدين موضوع اللي بيعود على المجتمع من بزل الفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله صاحب الإجمعين في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم إنك إن تبدل الفضل خير لك بذل الفضل ما زاد عن الحاجة وفسد عند تركه يعني أنا أكلت الطعام وكانت فضلة من الطعام يمكن لإنسان أن يلقي به أو يعني يتركه وحتى يفسد إن بذل هذا الفضل كانت الفائدة في المجتمع فائدتين الفائدة الأولى لمن بذل تحول هذا الفضل من منطقة الهلاك والضياع إلى منطقة خير الزاد خير الزاد وتزود فإن خير الزاد التقوى فيسعد في دنياه ويسعد في آخرته الأمر الثاني لمن بذل له أنقذ المحروم والسائل أنقذه من الضيعة أنقذه من أن يهلك أنقذه من أن يتحول إلى أعوذ بالله إلى يعني إنسان مجرم أو ما إلى ذلك أنقذه أعطاه حقه حق السائل والمحروم إن يكون الإنسان معطي ومبذل دائما هذا بيعود بالنفع على المجتمع ويعود بالنفع على البازل والمبذول له الذي بدل يستفيد والذي بذل له أيضا يستفيد يعني داي فكرنا مثلا بحديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بكلم في الموضوع ده اللي هو اللهم أعطي منفقا نعم خلفا نعم وأعطي منفقا تلفا هذا بيأكد على الموضوع طيب خليني أبدأ بقى حضرتك النهاردة وإحنا ابتدينا بأنه بنشجع الناس على بس للفضل وبنقول لهم يعني نتمنى أنه كل اللي عنده أي شيء لا يحتاجه أو زيادة عنده أن يعطيه لمن يحتاجه وأعتقد أنه هي عمر خير على المجتمع كلنا نبدأ بالهدية هدية اليوم وهو كانت استكمالا لإقبال كثير من العلماء على الدين الإسلامي في الأولى الأخيرة في هذا العصر الحديث واللي بنتوجهله بالشكر لهذا العصر الحديث اللي ساهم في أنه بهذه المقتلعات الكثيرة نؤكد على أنه لا إله إلا الله قبال يعني هؤلاء العلماء يؤكدوا لنا أنه نحن نسير على الطريق وأن الدين الحق وأن كتاب الدين الحق دائما مليء بالمعجزات من معنا من العلماء اليوم يا دكتور مارك نعم اللهم لك الحمد والسلام عليكم من فضل الله تبارك وتعالى البروفيسور تاجاثات تاجاثون أي واحد فينا يكتب كلمة تاجاثات تاجاثات وأنه شاهد هذا الرجل وهو يعلن لكل الدنيا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد أصبحت مسلما من الآن ما الذي دعاه لذلك آية في كتاب الله آية في كتاب الله وبإذن الله تبارك وتعالى يعني نرسل هذا الكتاب الدين حق بإذن الله لكل من طلبه على الواتس من هو البروفيسور تاجاثات تاجاثون هو يعتبر من أكبر علماء التشريح في العالم هو عميد كلية الطب بجامعة تشان ماي بتايلند أسلم الحمد من سنوات عديدة وربنا جعله سبب في دخول العديد والآلاف المؤلفة في كل الدنيا في دين الله عز وجل ما السبب يا دكتور؟ الأمر عجيب أسلم على بعد قراءته المتأنية والتي استمرت حوالي سنتين وهو يدرس القرآن الكريم من خلال كتاب البروفيسور كيث إلي مره الله هو أكبر أطباء العالم أنه ولكن بعد إسلامه كان هذا الكتاب بعنوان بالإضافات الإسلامية أخذ يدرس هذه المعجزات العجيبة وبعد سنتين يقف أمام كل الدنيا ويعلن أمام كل الدنيا كل الناس الآن الحمد لله يستطيع أن يشاهد هؤلاء العلماء بالصوت والصورة عبر المواقع الأكترونية بفضل الله تبارك تعالى بجميع لغات العالم وهو يعلن لكل الدنيا ويقول إنه لا يسعى الإنسان أن يكفر بآيات القرآن الكريم إيه هي الآية يا دكتور؟ نعم هو ذكر الآية قال وقبل أن يدعي ملحد لأن كان هذا العالم من ضمن مجموعة العلماء الذين اكتشفوا بأن جلد الإنسان هو المسؤول عن توصيل الشعور بالإحراق لمركز الشعور بالنغة بعض الملاحدة قال كلام سخيف بعد هذا الاكتشاف قال إن أهل الأديان يخوفوننا الذي لا يسير على التعليمات الإلهية هو يتعذب بالنار وقد انتهت المشكلة الذي يتعذب بالنار يشعر بالإحراق لمدة لحظات فإذا يدمن الجلد يفقد شعوره بالإحراق يقف هذا الرجل أمام كل الدنيا ويقول وقبل أن يدعي ملحد أن شعوره بالنار من عذاب الله سوف يزول بعد لحظات فإنهم يفاجأون بهذه الآية بعد أعوذنا الشعب بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا اللهم عافية كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ثم يختتم كلمته قائلا وإن هذه الأدلة حتما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام من عند الله وقد آن الوقت لأن أعرن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد أصبحت مسلما من الأحيان كل الناس الآن يشاهد هذا بالصوت والصورة ويفرح بذلك وربنا تبارك وتعالى جعله سبب في دخول الملايين في الإسلام تجسد تجسد عميد هو عميد كلية الطبية جمعت شان ماي بطايلاند شان ماي بطايلاند عشان بس السادة المشاهدين لو حدها يتجع بس نكتب كلمة تاجاثات تاجاثات تجاثات وعلى اليوتيوب تجاثات بسوط والصورة اكتشف بعد قراءته للآية الكريمة اللي فيها أن الجلد هو المسؤول على توصيل الشعور اكتشف بأنه هو مش أول واحد يكتشف لذا الموضوع وأنه موجود في قرآن هذا الذي أنزل علينا من ربنا الموافقة هي دي اللي بتخلي كل العلماء يكبروا على هذا الدين أنها توافق ما اكتشفوه أو ما وصله سنريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله أكبر طيب يا دكتور يلا نروح على المحور اللي بعد كده الجميل وهو في تنوير التفكير النهاردة حضرتك اخترت حالة رائعة جدا وهي أن الدنيا صورة وأن الآخرة هي الحقيقة ماذا قصدت يا دكتور يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع متاع وأن الآخرة هي دار القرار تاريخ الأنبياء كله يخبرون الناس يا ناس الدنيا اللي احنا فيها سورة والآخرة هي دار القرار هي الحقيقة الدنيا سورة مؤقتة والآخرة حقيقة دائمة وكانوا يعطونهم الأمثلة يقول هذه مثل الشجرة وهذا ظل الشجرة وهذا الحقيقة وهكذا إلا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الله تكفل بأن الذي ينطق به يراه الناس بأعينهم حتى أن سيدنا عيسى عليه وسلم يتكلم عن الرسول الذي يأتي بعده يقول أنا آتيكم بالمثال وهو يأتيكم بالتأويل التحقق عندما قال سيدنا يوسف عز السلام هذا تأويل رؤيا التأويل هو التحقق لذلك ربنا يقول لكل نبأ مستقد وسوف يعلمون أي أنه لكل نبأ في كتاب الله تعالى تحقق ولو بعد حين فهذا الكلام الآن رأيناه بأعيننا البروفيسور رازرفورد كل الناس يعني في المرحلة الأعدادية المتوسطة يدرسون يعني نظريات عن الذرة منها البروفيسور رازرفورد جاء بورقة ورقة من الذهب تجربة يعني معروفة كثير من الذين يعني اكتازوا التعليم يعرفون هذه التجربة وجاء بأشعة ألفا دقائق ألفا لأنها هي الأشعة الوحيدة لليها كتلة لذلك يسموها أشعة ألفا أو يسموها دقائق ألفا جاء بدقائق ألفا وصلت دقائق ألفا على هذه الورقة من الذهب زي ما بنجيب ورقة القصدير ورقة الألمونيو جاء بورقة من الذهب فجميع هذه الأشعة كلها نفذت كلها نفذت عدت من خلال هذه الورقة لم يرجع منها إلا جزء من مئة ألف جزء في هذه اللحظة أعلى لكل الدنيا أن الذرة فراغ فراغ سبحان الله وجزء من مئة ألف جزء فقط هو عبارة عن إلكترونات وبروتونات بس دكتور مصطفى محمود رحمه الله في حلقة جميلة جدا ذكر شيء جميل جدا إن كل كوكب الأرض بكل ما فيه من جبال وبحار وكائنات حية وكل ما فيه لما نزيل هذه الفراغات يتجمع هذه الإلكترونات وبروتونات في حجم العتساية هذه الدنيا الشاسع بكل ما فيها حجم العتساية إن أزيلت هذه الفراغات منها بس خلاص تصبح بحجم العتساية يعني سبحان الله كل شيء عبارة عن إلكترونات فقط إلكترونات وبروتونات جزء من مئة ألف سبحان الله كيف الله أقامها وجعلها هياكل هو الله القيوم يعني كلنا هواء كيف أخرج الله الحي لأنه هو الحي القيوم فكلها عبر عن صورة رسمت بشيء واحد بهذه الإلكترونية البرزنان فقط عندما تكون المسافة كبيرة تكون غازية وتكون المسافة تقترب تكون سائلة تقترب أكثر تكون جامدة طيب كيف نرى الأحمر والأخضر والأصفر حسب زوية دوران الإلكترنات بمثل زوية 15 يبقى أحمر زوية 17 يبقى نفر وهكذا كيف الله أقامها وجعلها هياكل كل هذه صورة وأن الآخرة هي داره الآن رأينا بأعيننا بأن الدنيا متاع والآخرة هي دار القرار اكتشف هذا العالم الجليل نعم بعد موضع ورقة الذهب نعم أمام دقائق ألفة نعم وصلت عليها هذه الدقائق كلها نفر مرت كلها تمام ولم يعود منها إلا جزء من مئة ألف جزء نعم وهون اكتشف بأن الزرة معظمها فراغ والذي يتكون من الزرات نعم وهذه الزرة هي فراغ فكل هذا الكون يملأه الفراغ نعم وأنه لو اجتمع كله لأصبح في مثل كل الكوكب الأرض بما فيه من بحار جمدات وشجار وأراض كله في حجم العدساء في حجم العدساء نعم 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 إذن هنا يأتي تنولي السلوك إذا تنور التفكير فورا يأتي تنولي السلوك ناخد النهاردة تنولي السلوك ناخد في تنولي السلوك السهولة سهولة في معاملات البيع والشغاء اللي يبقى عارفة أن الدنيا سورة والآخر حقيقة سهل حتى أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة والسلام فعل شيء عجيب الله كان أسرة من اليتامة يريدون بناء جدار ولكن نخلة من جارهم تأتي إليه يريدون أن يعني يستقيم الجدار فهو رفض القر رفض آه فقال له طيب بعلن النخلة يقول أبدا خلاص فالأمر وصل للرسول على السلام فالرسول على السلام نظر لأصحابه فبعت الصحابة عمل شيء جميل عارف أن الدنيا سورة والآخر هي الحقيقة فقال له أنا أشتري منك النخلة قال له لا ولا حتى قال له طب خد بستاني لأن الرسول على السلام قال له يعني تتنازل عن هذه النخلة وأضمن لك بنخلة في الجنة قال لا يا رسول الله أريد حقي يعني خلاص عين لبعا يا أريد طيب خلاص فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من الأصحابي فإذا بقى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السيدنا أبد الدحداح رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبد الدحداح نعم قال أنا أخذ منك النخلة بالتم اللي تريده خذ بستاني فيه ستمائة نخلة فأعجب هذا الرجل قال أخذ البستاني فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يراه يقول كم من أصحاب الرداح في الجنة لأبد الرداح يعني هو اشترى الجنة عارم بأن الدنيا كلها عبر عن صورة والآخرة هي الحقي بمعنى أن لا يمكن لمؤمن يتيقن بأن الدنيا صورة والآخرة هي دار القرار يتكلف على الدنيا أو يتشاحن من أجل الدنيا لا يمكن يعني ما فيش حاجة تستاهل يا دكتور لا يمكن ما فيش حاجة تستاهل نعم ويتنازل هذه المعاناة اللي الكل الناس بتعنيها والتطاحن وهذه يعني المحاولات المستمرة لا يحتاج للوصول كل دوت في الآخر هذه الدنيا صورة ولا تحتاج نعم يعني ما نفعش نازع المنبع بالضب لذلك سيدنا سليمان رضي الله عليه الصلاة والسلام كان في موكب مهيب مع الريح موكب يسد الأفق فأحد المزارعين نظر إلى هذا الموكب المهيب قالت سبحان الله سبحان الله الذي آت آل داود ملكا عظيمة فالريح وصلت بهذه الكلمة الجميلة لأذان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فلما نزل فأرسل إلى هذا المزارع وأكرمه وبعدما أكرمه سأله سؤال جميل قال ماذا قلت يا عبد الله عندما رأيت الموكب قال ماذا قلت يا نبي الله أنا قلت سبحان الله الذي آت آل داود ملكا عظيما قال والله والله إن كلمة سبحان الله التي قلتها خير مما أوتي آل داود الله الآن نرى كلام سيدنا سليمان أين ملك سيدنا سليمان صحيح وأين كلمة سبحان الله التي قالها هذا العبد إنها شجرة في الجنة الله يسير الحصار المدمر مئة سنة ما يقطعها الله أجبر نعم يطير تحت مئة سنة ما يقطعها مقارنة بملك آل داود الذي انتهى فلذلك سيدنا ابنين عليه الصلاة والسلام عندما أقرأ هذه الأمة المباركة السلام قال أقرأ أمتك من السلام فقال أعلمهم أن الجنة طيبة التربة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لذلك يا صلى الله عليه وسلم قال كلام جميل قال إلي أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من ما طلعت عليه الشمس الله أرجع تاني Way لا داعي للتنافس ولا داعي للتنافس أبدا فهي صورة وأن الآخرة هي الفوز والمستقر دعي خلينا بقى وإحنا بروح للمحور الثالث الجميل المحور الرائع اللي محتاج بقى نفرد فيه شوية وهو محور تنوير المعاملات وفيه من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله الله كيف نشكر الناس من شكر الله الله بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا الحديث في صيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم سبحانك يا رب سبحانك يا رب يعني الذي يفشل في إنجاز شيء بسيط كيف يعني يفلح في إنجاز الشيء الكبير الملائكة التي تسبح الله بالليل والنهار لا يفترون يأتون يوم القيامة عندما ينكشف لهم كمان من عظمة الله عز وجل يخرون سجدا ويقولون يا رب ما عبدناك حق عبادتك كيف يفشل العبد في الثناء على عمل طيب لذلك من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستمر العبد ويتمرن على بذل الثناء يعني من قال لأخيه جزاك الله خير فقد أجزل في الثناء أقولوا جزاك الله خيرا بالقول وبالعمل من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم كفأتموا يعني بمجرد الدعاء يعني بمجرد ما تدعو لأخيك بظهر الغيب تأتي المحبة في قلبك فيفتح لك طريق الجنة ما هو طريق الجنة؟ شيء واحد بس والذي خلق السماوات والأرض شيء واحد بس الذي أقسم عليه سيد الخلق قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا للجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا يا الله أكبر طيب كيف يأتي المحبة؟ كيف تأتي المحبة؟ وأنا أرى مساوئة كيف تأتي؟ لا أعرف كيف إذن لا بديل من غض البصر عن المساوئ والنظر إلى المويزات زي ما تفضلت مشكورة حكيت لي الموقف النهاردة في المحاضرة يا ريت تحكي لي السادة المشاهدين الحقيقة أنه في السياق الكلام لحراتك بتقوله النهاردة أنه إحنا لازم نشوف بعض بشكل كويس عشان نعرف نحب بعض لازم نشوف الإيجابيات وفاجأ وأنا في المحاضرة اليوم بأمي بتقول لي ابني عنده مشاكل كذا ومشاكل قلت له بس انتظري قبل أن تسريدي هذه المشكلات على ابنك قولي لي عشر أشياء طيبة في ابنك الأول وهي دائما دعوة مني لتغيير النظرة إلى الأولاد وكأني أطلع منها أن يعني أذكري بعض المحاسم في هذا الولد أنا عايز أشوفها يا شايفة ابنها إزاي الحقيقة هي لم تستطع إلا أن تذكر واحدة أو اثنتين أو ثلاث ثم توقفت وقالت لا أجد قلت له أنا أساعدك ثم ذكرت لها بعض القدرات عند الضفل كأنه يأكل بمفرده يدخل الحمام بمفرده يتعرف على الناس إن ناديته يرد عليك إن طلبت من شيء يتناوله ثم يرجعه قدراته محاسم كل دي أشياء طيبة هذا الولد ولد طيب فلما ذكرت لهذه الأشياء قالت نعم يا فعل قلت له إذا لماذا لا طرينا فيه إلا المساوي يعني إن استطعت يعني تبرزي هذه الأشياء فهذه النظرة تجعلك تقبلي هذا الولد وتزداده أو يتزديه من الحب يعني ففي السياق الحوار اللي حضرتك بتتكلم فيه إنه إحنا محتاجين نشوف الأشياء الطيبة في بعضنا عشان يستمر هذا الحب هو مفتاح الجنة نعم لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قولي نعمة فذكرها ذكرها فقد شكرها ذكر النعمة من قولي نعمة فذكرها يعني أنا أجلس أنا بتعامل مع الدكتور طالق وأكتب واحد في يوم ابتسم يوم ابتسم اثنين وفي يوم كذب يعني أتذكر أي شيء نعم وفي يوم رد على التليفون وأنا بذكر هذه المميزات هذا شكر فالله يزدني من هذا الخير والله يلقي بهذا الخير المحبة في قلبي فأنجو من العذاب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرته الله وآمد شكر الشكر ينقذ الإنسان من الهلاك ينقذ المجتمع من الهلاك بس هنا دكتور يوم أي مجتمع يشكر بعض الناس تشكر في بعض كبير وصغير كله كله يشكر في بعض يذكر مميزات يذكر يثني على المميزات بس ويغد البصع المساو والذي خلق السماوات والأرض الله يزيده فورا ويتأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم الله 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 وكمان ربنا ينجينا من المهالك يعني يا دكتور اللي أنا فهمته من حضرتك دلوقتي إنه إحنا وإحنا بنشكر الناس إحنا بننقذ نفسينا من هلاك شديد طبعا لأنه لو ما عرفناش نذكر فإحنا ممكن يضيع مننا مفتاح الجنة طبعا الله والذي نفسي بيده ده رسالة السلام بيقسم الله وهو الصادق المسدوق هو بدون القسم هو الصادق المسدوق نعم ولكن يقسم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا لأن حب من قال لا إله إلا الله هذا ما له بديل ما له بديل وخاصة آل البيت لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربة سواء قرابة النسب أو قرابة الإسلام أخوك في الإسلام وأخوك في النسب سواء يعني حب من قال لا إله إلا الله نعم وحب كل من كان في قلبة رسول الله كل هذا يولد الحب في القلب فيفتح طريق الجنة ده كده هيرجعني تاني للمحور الأولان يا دكتور نعم يعني كلام حارتك ده اللي هو إزاي أمر النفسي على إن عناية تشوف الإيجابيات وترفض السلبيات وإزاي أحب أشوف الإيجابيات وأتكلم عنها وكنت حراك رويتها عن حديث بتاع سيد نعيسى ومشي مع أصحابه نعم وأرجو أن حراك تذكر نبيته سيد نعيسى عليه السلام يمرن تلاميذه على ذلك ذكر المميزات وغد البصر عن المعايد فأحد التلاميذ وهم في أحد السفريات فإذا بجيفة حمار قال يا نبي الله ماذا في هذه الجيفة من المميزات كيف أسكب ما هذه الميتة قال أما ترى إذا بياد أسنانه أذكر ولو بياد أسنانه لذلك سيد نعيسى عليه السلام يعني أوتي يا جوا مع الكريم فليقل خيرا طيب مش قادر مش عارف أفتكلك حاجة حلوة يصمت أو ليصمت أو ليصمت الإنسان لأن ذكر المعايب يفسد على القلب المحبة فإذا فسد المحبة ضع طريق الجنة يعني الإنسان في ظل هذه الظروف إن كانت طيبة أو غير ذلك إن لم يستطع قول الكلام الطيب يصمت افترض إن في إنسان غير مسلم ربنا قال عنه إيه ها أنتم أولئك تحبونهم الله أكبر ولا يحبونكم طيب أنت بتحبه الخير لماذا بوجود الإيمان في قلبك ها ولا يحبونكم هو عنده الأنانية ما يحبك ما هو حضرتك قلت إن هي أصلا مش مستهلة ده طلعت صورة صورة يعني صورة حقيقية الأفضل لي إني أحب بالزبط وأتغاضى وأتناول الأمور ببساطة وسهلة وأعرف إن هي صورة عشان قلبي نعم يعني حتى لو ليس من قدر من أمامي ولكن لي قلبي عشان أنور مفتاح الجنة نعم حتى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس اللي أدوا إذاء شديد نعم وفعلوا بالمسلمين الأفعيل فغضب صلى الله عليه وسلم وتألم وأخذ يده عليهم ويقنط عليهم في الخدم فنزل القرآن الكريم ليس لك من الأمر شيء إن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكف عن الدعاء عليهم ويدعو لهم كم دعا النبي عليه الصلاة والسلام لعمر المخطاب وهو كان في يعني يعني يقوم بالمشاكل الغير عادية للمسلمين حتى أكرمه الله بنعمة الإسلام فبدلا من من الدعاء عليهم الدعاء لهم والأمل في هدايتهم يعني هي كده نصيحها دكتور لكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا إنه الأخوات الفضليات اللي كانت ساعات في بعض الإحاق بتدي على أولادها نقول لها اتوقفي وبطلي ويدعي لهم بدل ما تدي عليهم ومسكي في إيدك مفتاحها الجنة الله لأن هي في الآخر الدنيا مش مستهلة أيو الله ومش هتعملي حاجة غير اللي ربنا كاتبهولي نعم يمكن بحبك ليهم وبدعائك ليهم ربنا يغير في هذه الأقدار وإيه ويفلحه يعني نعم وهي دعوة لي ولجميع المشاهدين أن هذه اللحظة نكف عن ما مضى فالله تبارك تعالى يحول كل ما مضى إلى حسنات لمن تاب يعني يأتي الملك في طواف الإفاضة ويضع يديه بين كتفي الحاج ويقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى سبحان الله للحاج نعم وللتائب إذا قلنا الآن يا ربي يا ربي إحنا الآن نعود إلى سنة الرسول ندعو لأبنائنا ندعو لكل الناس نحب الخير لكل الناس هذه اللحظة كل اللي فات مات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون عن ما مضى خلاص ليه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهير بيعلمنا سيدنا النبي دايما التغافل نشر الحب التغاف العامة لا نشتهي نعم والتبسم في وجه الإخوة الأفاضل صلى الله عليه وسلم هذه الابتسامات وهذه الكلمات يقول خيرا أو ليصمت كل هذا من تعليم سيدنا النبي نعم جئنا يا دكتور إلى القصة قصة اليوم نعم والقصة اليوم تؤكد على سماحة الدين وعلى حسن المعاملة الله وعلى الرفق بكل الناس والأمان حتى ولو كانوا يخالفوننا تمام نعم قصة بائع الثور نعم ورد عن السلف الكرام أن أحدهم كان عنده دكان يبيع فيه الثياب وأعلم عامله في هذا الدكان بأن هذا الثوب فيه عيب فلا يبيعه لأحد إلا ويظهر له هذا العيب نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن بيّن بورك لهما فعلم هذا العامل بذلك فجاء هذا الرجل إلى الدكان فإذا بالعامل قال أنا بعت الثوب الذي فيه عيب الله سريحتك منه قال بيّنت له العيب قال والله ما بيّنت له أنا قلت له هذا بكذا فدفع الدنانير وهو غير مسلم يعني ما تشغل بالك غضبا هذا الرجل كيف والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من غشة فليس منا ما بمني علاقة المعاملة مسلم أول مسلم هذه الديانة ما بينه وبين الله لكن المعاملة أنا قال انطلق الآن قال هو مشى ومضى مع الوفد المسافرين قال أبدا والله خذ الدنانير وانطلق حتى تلحق بهم انطلق حتى تلحق بهم وبين له فما وجد بدي من ذلك فأخذ فرسه وطار أخذ أنطلق حتى بنا يا حية بهذاالرب وقف00 الرجل قال سامحك أناhak ب 하기 Uوضح تلك بأن هذا утبال وكذا فسامحني هذا التخصير مني وقد أعلمني يعني صاحب الدكان بذلك ولكن هذا التخصير مني فهذه الدنانير أنت بالخيار إما تأخذ الدنانير وإما تقبل الثوب وإن أردت أن تخفض هذه الدنانير خذ منها ما شئت فأعجب هذا الرجل بهذه الأمانة العجيبة قال من أمرك بهذا؟ قال يعني صاحب الدكان الشيخ فلان وكذا قال لماذا أمرك بهذا؟ قال هذا ديننا هذا أمر من الله من غشة فليس من هذا فقال والله إن هذا الدين هو دين الله ومنك وقلت ذلك فأنا أشهد الله بأني أسلمت لله رب العالم الله أكبر وشيء آخر كمان أنا أزيدك به بأن الدنانير التي أعطيتك إياها هذه دنانير مزيفة أعطينيها وخذ الدنانير الحقيقية وأعطيها الله الله يعني موقف صاحب هذا الدكان من العامل عنده أنه حثه على أن يكون صادقا وأمينا حتى مع غير المسلمين دفع هذا الرجل إلى الاعتراف بأنه هو أيضا يتنازل عن الغش ثم يقبل الإسلام دينا ويعود فرحا هذا الموضوع نعم للأمانة نعم نعم الله يعني حضرتك بتنصح كل السيدة اللي بيسمعونا دلوقتي بأنه نعيد يعني تسكير أولادنا وأصرنا بهذه الفضائر الجميلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة مطلوبة نعم الأمانة مطلوبة نعم وأحنا ملكلم عن الأمانة وفي تنوير الأفعال وبنفكر بتنوير السلوك وإحنا أكون ملكلم في السهولة في البيع والشراء جابت لنا السهولة في البيع والشراء وشيء كمان السهولة في البيع والشراء والاختضاء وفي كل المعاملات سواء رياضية اقتصادية اجتماعية كل أنواع المعاملات تكون سهلة وبدون التناحر يعني أنت بتلعب في مباراة لا داعي أنك تضر بزميلك الآخر في الفريق الآخر ويعني تؤدي بإصابة أو تؤدي إلى كذا وحدك ذكرت لشيء جميل أوي اللي هو لاعب نعم بطل العالم في المصارع أعتقد يعني أعلن إسلامه في الأولن الأخيرة وعندنا كان بطل مصر في التايكوندو كان اسمه محمد وكانت له موقف طيب جدا يا دكتور حينما استطاع على خسمه في نهاء البطولة يحصل بعدها على اللقب والميدالية الزهبية ولكن هذه الاستطاعة كانت من نقطة ضعف يعلمها في القسم إصابة كانت له إصابة هذا اللاعب الياباني كانت عندها إصابة فامتلكها هذا المصري ولكنه لم يرد هذا الفوز من هذه النقطة وقال والله لا أفوز بهذا الشكل أبدا فترك هذه الإصابة في رجل هذا الرجل وخسر المباراة وهذا الياباني كسب ونقولك أنه كسب احترام كل العالم حتى خسمه الياباني والذي هم أصدقاء حتى الآن الله هو من أكبر مدربة هذه اللاعب الآن نعم يظهر الرحمة والأمانة للدنيا صورة لا 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 تستحق أن أضر بأخي من أيدي الضنيا الله نعم يعني نقول إيه بقى طيب في سؤولة البيع والشراء لبعض السادة الأفاضل التجار اللي بيحتكروا بعض السلع واللي بيتناولوا الأمور بشيء من المغالاة والتكالب على الدنيا نقول ضروري على الأقل لا ضرر ولا ذرار لا ضرر ولا ذرار يعني يعني كل شيء يضر بالآخرين أتجنبهم لأن المؤمن من أمناه الناس يعني خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره كما أخذنا في الشيء راح نزالك بالتفصيل في الحلقة الماضية خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره كيف إن كل شيء يضر بالآخرين أمتني عنه تماما الاحتكار يضر بالناس لو أنت تحتكر ذلك وغيرك يحتكر شيء آخر والآخر يحتاج وهكذا يكون كل سعة في دائرة الاحتكار كل الناس يتعس وكل الناس يتعب وتكون أذاء لكل الناس والإذاء سوف يصل لصاحب الاحتكار من جميع الاتجاهات الله نعم لذلك الله رحمه شيخ شهراء وقال كلمة جميلة نعم قال لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي لا تعتدي على الآخرين هذه رحمة من الله لهذا العبد أنا لا اعتدي على الناس فالله تبارك تعالى بيحفظني من اعتداء ملايين من الناس علي لكن أعوذ بالله غير المسلم أعوذ بالله لا يرضى أن يعتدي أحد عليه ولكن هو يوافق نفسه على الاعتداء للآخرين احتقارا للآخرين الله احتقار إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببلغي نسأل الله العفية في الدنيا نحن نتغافل لذلك المؤمن دائما يعود دائما يعود أنا الله يحبه التوابين ويحبه المطاهرين يعود لترك لترك الأعتداء على الآخرين تماما لا أنظر إلى غل الحاقدين وغل المغلين وأتغافل لأجد مكانا للحب في قلبي نعم حتى لم تلقي قلبي بالحقد والغل عليهم أيضا حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا إوعى تقول لي كلمة في حق أحد فإني أحب أن أخرج عليكم وأنا سليم السبب الله ما في مجال إلا من أطى الله بقلب سليم لا يذكر المعايب لا في نفسه ولا في الآخرين لا أذكر المعايب لا في نفسه ولا في ملأ الذي يذكر المعايب في نفسه الذي يذكر المعايب في نفسه يفسد على قلبه محبة الآخرين فيضيع منه طريق الجنة الذي يذكر المعايب في وجه صاحب في وجه صاحب هذا سباب يعني كثير من الناس يعلم بأن ذكر المعايب في الغيبة هذه غيبة تذهب بالحسنات وتأخذ من حسناته للآخرين وتأخذ من سيئاتهم عليه ولكن كثير من الناس لا يعرف أن ذكر المعايب في الوجه هذا سباب أنا يعني هذا سباب ما أصارح أي حد باللي فيه كأني سببته هذا سباب يخرج العبد من دائرة الإيمان إلى دائرة الفسوق فورا طيب ماذا نفعل نتوب أنا عن نفسي أحتاج إلى ذلك أحتاج إلى التوبة ترجعتين تلك حضرتك يعني عدم ذكر المعايب تاني لحديث النبي وذكر المعايب في الملأ هذه غيبة ونميمة وفضيح يعني تجعل الآخرين عندما أذكر معايب سين أو صادم الناس أمامك أفسد عليك إيمانك أجعلك تكره الآخرين تبغضهم تكون في شحناء بينهم أفسد عليك إيمانك يعني لا يكتفي بأنه أفسد إيمانه فقط بل يفسد إيمان الآخرين نسأل الله العافية في الدنيا ودائرة جعنا تاني حضرتك لبردو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل خيرا أو ليصم منقول يا نعمة فذكرها نذكر المميزات نذكر النعم في بعضنا فتأتي المحبة فإن جحدها فقد كفرها أنا شفت يعني بصيص من نور في من مميزات دكتور طارق وغضيت البصر عنه هذا كفران للنعمة كفران للنعمة يعني حتى لو جزء الخير بسيط أنا مطالب بأن أذكره لأن عدم ذكري له وأنني قال يقول خيرا أو ينمي خيرا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقوله خيرا أو ينمي خير يعني حاجة بسيطة فينميها يفخمها يعظمها ده في يوم من الأيام مثلا دفع التذكرة كذا في يوم من الأيام عمل كذا يعني شيء ولو بسيط يفخمه ويعظمه نذكر الأشياء حتى لو كانت صغيرة نذكر أنفسنا ونذكر من حولنا بها حتى نعيد صياغة ورسم صورة جديدة لهذه الشخصية طيبة في أزهان الناس هو ده اللي هو يعني الشكر حتى أحفظ إيماني نعم هذا قسم من الرصاصل قال والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنه ولا تؤمنه حتى تحابه المؤمن ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم بإيمانك وبحبك للآخرين وبحب الخير للآخرين الله يحفظ عليك إيمانك طيب يا دكتور برضو ده يرجعنا تاني لبعض المشكلات اللي كانت بتقابلنا في الفترة الأخيرة وإحنا النهاردة يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله بعض المشكلات اللي بتقابلنا يا دكتور في البيوت وعايز كابسولة من حضرتك لكل السادة الأفضل اللي بيسمعونا في مصر وخارج مصر إزاي يعني نحفظ النعمة وإزاي نمر نفسينا على شكر النعمة وإزاي نقول الكلام الطيب في أهلنا وفي أولادنا إزاي نبرزهم بالشكل الطيب ده نعم والله أنا هذه يعني نصيحة لنفسي ولحضرتك ولجميع السادة المشاهدين بإذن الله من الآن نبدأ في ذكر المميزات لأبنائنا وزاي من حضرتك تفضلت مشكور لو في مثلا ملاحظة عند ابني ما أقول الملاحظة ولكن أذكر خمس ست مميزات أنت ما شاء الله ذكي وإنت كريم وإنت كذا وإنت كذا وإنت كذا وأرجو أيضا تكمل كذا يعني مع ذكر المميزات تزيد المميزات لإن شكرتم لأزيدا نكم هذه من شكر النعمة أن أذكر المميزات هلك حطيت قاعدة دياتي للنقلة وأيضا في زوجتي يعني أمدح طعامها أمدح كلامها أمدح ملابسها وهكذا نعم ذكر المميزات أعلم بعض الأزواج هي لا تنادي زوجته إلا بالأستاذ وهو لا ينادي زوجته إلا بالأستاذ هذا شيء جميل يقول لها يا قبل كذا في لجنة الفترة كان سؤال جميل في إزارة القرآن في السعودية فسؤل الذي يعني بتصدر الفتوى واحد سألوه قال يعني في فترة عقد القرآن كان في محبة غير عادية بينه من زوجته لكن بعد الزواج بدأت تقلل المحبة قال أنتم في فترة عقد القرآن كان كل واحد فيكم يتكلف أن يبدو للمعروف ويتكلف الحسن فبعد الزواج رفعتم هذا التكليف ورفع التكليف مخالف لأمر الله أعبد ربك حتى يأتيك اليقين استمر على التكليف على الكلمة الحلوة استمر على أنك تكون متكلف أن تقول الكلمة الحلوة وتفعل الحسن وتهدي الهدية الحسنة الله نعم يعني إحنا مطالبين كل الرجال اللي بيسمعونا لا نرفع التكليف ما يرفعوش ما يبطلوش يقولوا كلام حلو لأهلهم تمام لزوجاتهم وأولادهم أعبد ربك حتى يأتيك وكل الزوجات الأخوات الفضليات اللي بيسمعونا دلوقتي ما يبطلوش يردوا الجميل للأزواج ويذكروا المحاسن ويقولوا على الحاجات الطيبة الجميلة اللي بتحصل في بيوتهم يعني إن في يوم من الأيام كان نفسه ينام وسحب من نوم علشان يروح الشغل يعني كان نفسه نام بس ما نامش ليه حب ربنا جعل حب الأبناء وحب الأسرة في قلب الرجل أكثر من نفسه وجعل حب الأبناء في قلب الأم أكثر من نفسها لذلك اللي أرحم الشيخ الشحراء وقال كلمة جميلة قال ليه بنلاقي آية في القرآن الكريم بعد أعبد المشاهدين بسم الله الرحيم ووصينا الإنسان لوالديه مزبوط طب ليه ما فيش آية في القرآن وصينا الوالدين بأبنائهم لأنها فترة فترة جبلة الله تبارك وتعالى جبل الآباء والأمهات على البر بالأبناء لا يستطيع الرجل والامرأة أنه لا يبر بأبناء لا يستطيع ذلك ولكن البر بالآباء والأمهات هذا تكليف لم يفطر عليه الإنسان ولكن مكلف بذلك احنا وصلنا دكتور لغاية مرحلة نلخص اللي احنا قلنا النهاردة بقى نعم تذكر لنا كده حضرتك احنا تكلمنا النهاردة في مجموعة المحاور طيب قبل ما نطرح سؤال الحلقة طيب كان سؤال الحلقة المضية ماذا يستفيد المجتمع من بدل الفضل نعم الحاجة فضلت أكلنا وفضل كانت فضل الطعام أو كده الإفادة لمن بذل أن يتحول الشيء الضائع الشيء المتعرض للهلاك يتحول إلى خير الزاد خير الزاد خير الزاد وتزوده فإن خير الزاد التقوى فخير الزاد يسعد به في دنياه ويسعد به في أخرى وأيضا الشيء الثاني يستفيد من مذل له أنقصته من الهلاك أنقصته من الهلاك بحد مانه وأنقصته من أن يتحول إلى إنسان مجرم يبحث عن الله لأنه لا هو حق وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم لا يتحول إلى مجرم ولا يأخذ بالإكرار وما لا ذلك الهدية دكتور الهدية كيف أسلم أكبر علماء التشريح في العالم البرسولة الجثات وبوصل سادة المشاهدين أنه كل واحد فينا بس يكتب كلمة تاجة فات بس ويشاهد هذا الرجل والله وهو بينطق الشاهتين تشوف أن قمر وجهه فكأة آه استنار لحظت مقال لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر قمر كأنه أجهب آه وكذلك في تنوير التفكير نتأكد بأن الدنيا متاع زينة يعني إيه زينة؟ يعني منظر مؤقت كلمة زينة يعني مثلا أنت عملت زينة الفرح شوية لمبات وكهارب شوية وخلاص وفي تنوير السلوك كلمنا عن السهولة والآخرة هي دار القرار هي الحقيقة أما في تنوير السلوك سهولة المعملات سهولة البيع وشراء سهولة الرياضيات سهولة الرياضة وهكذا سهولة النقاش الحوار نعم والتنوير المعملات كلمنا على من لا يشكر الناس داروري نذكر المميزات وهذه وصية لنفسي شخصيا ولينا جميعا من الآن نبدأ ننوي ذكر المميزات وتكون توبة مننا إلى الله السؤال النهاردة عشان نختم يا دكتور نعم السؤال بيقولي لحضرتك ايه راح أددتك لماذا دفع هذا الرجل الله المشتري النقود الحقيقية ثم أسلم وأسلم لها نعم هذا الرجل الذي لم يكن على على دين هذا الرجل نعم ولكنه دفع أخرج الفلوس الحقيقية أسلم لها ودفع الفلوس الحقيقية ده كان سؤال الحلقة النهاردة يعني أسلم وحسن إسلامه لماذا لماذا أسلم وحسن إسلامه نعم عزيزي المشاهدين وقتنا خلص ولكن ما زلنا مستمرين معاكم في حلقات قرآن يمشي كل سبت ساعة 12 ليلة إن شاء الله بشكر باسمكم فضيلة الدكتور مجد الشريف المشرف على لجنة العجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة نعم ثم عنكم أيها السادة أقول لكم طبتم وأسعدني وجودي معاكم اليوم وحتى ألقاكم في السبت القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا وأحياء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته